عام تسعةٍ وسبعين كانت شرارة احتجاز الرهائن في السفرة الامريكية في طهران اولاً ايران الازمة المتفاقمة بين امريكا وايران الخلافات التي انعكست عنها تحالفات العالم وقسمت فيما بينها تضارس التوافق والاختلاف تستمر انعكستها حتى اليوم بما جعل الصورة القديمة مختلفة تماماً عما كانت تبدو عليه في واشنطن سيما ما يحدث من تصعيدٍ ايراني لم يتوقف عند حدود العناد الايراني ضد امريكا وسياستها العقابية على طهران انما وصلت التجاوزات الايرانية الى دولٍ عربية ومنها الخليج العربي ومنها العراق اليوم تتساعد حدة الازمة في دوامةٍ من العنف والفوضى لم تخمد مياه البحر نيران الاحتقان ثم تمشهدٌ تعلنه ايران على الملأ تظهر فيه قوتها ونفوذها في مذيق هورموس رغم ان هناك من يشكك في المشهد ويدع له سيناريو الاعداد المسبق لكن الاخطر من هذا عندما تطور آلتها العسكرية لتصبح الطائرة المسيرة هي اللغة المباشرة للتفاهم حول ما تريده طهران مقابل الضغط على امريكا لتخفيف العقوبات الاقتصادية النتائج المباشرة يجدها العراقي على ارضه وفي اقتصاده ومعادلته الامنية كذلك يجدها الخليج العربي بوضوح على ارضه بالحديث عن دعم الحثيين والدرب السعودية بطائرات مسيرة لذا كان الرد الحاسم على لسان وزير الدفاع الامريكي مؤخرا للرد بمعاية الخليج العربي على اية تجاوزات او تسعيد ايراني بالملف النووي الذي تحاول الطهران المباغتة فيه وبما يموس بامن قوات امريكا التصعيد الامريكي قابله خطر ايراني متمثل في التأثير المباشر على الساحة العراقية التي تطلب مغداد من الاطرف المتناحر الابتعاد عن ارضها وسيادتها بعد استمرار مسلسل ميليشيات مدعومة من طهران في ضرب المصالح الامريكية في العراق كمحاولة لي الادرع الامريكية اشتركوا في القناة